اقتحم انتحاري يقود سيارة ملغومة ومسلحون من حركة الشباب الصومالية المتشددة مركزا دينيا في وسط الصومال يوم الاثنين مما أصفر عن مقتل رجل دين واربعة عشر على الأقل من أتباعه فيما قالت الحركة إن عدد القتلى بلاغ ستة وعشرين بينهم جنود كانت الحركة قد اتهمت رجل الدين ويودا عبد الولية بالإساءة لنبي محمد هو ما نفاه في السابق وقال سكان في بلدة غلقعي ومسؤول محلية إن المسلحين ربما استهدفوا عبد الولي لأن مركزه يستضيف في الأغلب شبانا يسمعون الموسيقى ويرقصون وقالت الشرطة إن العملية الأمنية انتهت مضيفة أن من بين القتلى الخمسة عشر زوجة عبد الولي وأتباعه وحراسه وقالت إن المسلحين الذين اقتحموا المركز قتلوا أيضا وتحارب حركة الشباب لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية وتسيطر الحركة على مناطق صغيرة من إقليم مدق لا تشمل غلقعيو ترجمة نانسي قنقر